الدرس التاسع من الدورة المجنانية لتعلم على البرامج الارب جي اس بثلاثة مراحل رحب بكم مشاهدين ومشتركين قناة جي اس فوروي سيتم في هذا الدرس شرح صندوق مجموعة للأدوات 3d in list بالاضافة الى شريط الادوات 3d in list نبدأ من خلال هاي المجموعة في عنا اول مجموعة ادوات 3d features في هاي المجموعة فيها ادوات تقييم الخصائص الهندسية والعلاقة وضبط الطبقات ثلاثية الابعاد ال x وال y z مكسب في الثلاث الابعاد مثل اضافة بيانات الارتفاع للطبقات وانشاء بفر ثلاثي الابعاد بالاضافة الى انشاء ظواهر متعددة الطبقات هذول هم الادوات الخاصة بهاي المجموعة اما مجموعة ال city engine ادوات تعرض بعض الامكانيات لهاي الخاصية دون الحاجة الى تنزيل هذه الخصائص او هاي الخاصية كملحق لبرامج الارتجي اس عندنا صندوق خاص في ادوات التحويل طبعا لادوات خاصة بتحويل انواع مختلفة من البيانات نقدر مثلا من خلال ملف TIN حول الراستر عندنا مجموعة ادوات ال data management لادارة ملفات ثلاثية الابعاد مثلا نقدر أيضا ملف TIN ننشئه من خلال نقاط الارتفاعات او منسيب الارتفاع وغيره من هاي الادوات عندنا مجموعة من الادوات خاصة لمعالجات الجغرافية والتحليلات الظواهر ثلاثية الابعاد وعندنا أيضا مجموعة ادوات لاستخراج بيانات على سياغ كثيرة لدراسة ارتفاع او تركيز او حجم الظواهر معينة عندنا مجموعة ادوات ايضا خاصة لاجراء معادلات رياضية لملفات الراستر ايضا في عندنا مجموعة ادوات خاصة لعادة تصنيف الراستر طبعا من خلال قيم الخلايا يتم تصديف قيم الراستر عندنا ايضا مجموعة من الادوات لاستخراج بيانات توصف تدريس الاسطح بادخال ملف ديم يعني من خلال ملف نموذج ارتفاع رقمي يقدر نحصل على مجموعة من البيانات لوصف التدريس مثل الكنتور والانحضار وغيرها من هذه الادوات عندنا ايضا صندوق بداخله ادوات لتحليل بيانات التدريس والتي اي ان لاستخراج خصائص هذه التدريس مثل الانحضار والكنتور واخر مجموعة عندنا في هذه الادوات او هذا الصندوق ادوات لتحليلات الرؤية من الظواهر الثلاثية الابعاد مثل انشاء نموذج الضلال وخطوط الرؤية وغيرها من الادوات بالنسبة لشريط الادوات اللي 3D اني لست طبعا بلزمنا يكون ملف لنقدر نكون باجراء عدة تحليل خلال هاي الاداة عندنا مثلا اول اداء من هاي الادوات نقدر احنا نستخرج خطوط الكنتور طبعا بيكون على شكل رسم بياني في عنا مثلا هون صندوق الرسم نقدر احنا نرسم اي اشي مثلا هاي نرسم مساحة معينة نفس الطريقة بنقدر نرسم هذا الرسم البياني لكن باضافة 3D او باضافة الشكل ثلاث الابعاد هاي الكنتور بيطلع عنا رسم استخرجنا من هاي من هذا النموذج او من هذا الملف الTIN من خلال هاي الاداة طبعا هذا الرسم بياني نقدر من خلال هاي الاداة بياني لها خاصة هقصة بشكل اوضح عندنا الاجراء الثاني او الاداة الثانية خاصة في سريان نقطة مياه مثلا نفرض انه في عنا هذا المنطقة الجغرافية انه هون مرتفعات والمنطقة هون من خفضات لو سقطت نقطة مياه في هذا الموقع برسم لنا الشكل بوضح لنا وين راح توصل للنقطة نختار منطقة في هذا اللون الاخضر مثلا في نقطة عنا في هاي المنطقة هاي مجرى السريان تبعها ايضا منقدر احنا نعمل مدى الرؤية من خلال خصائص رسم بياني مقصود فيه بس نحدف الرسومات البيانية هون دليت يعني مثلا احنا موجودين في هاي النقطة ننظر الى الاسفل او الى جهة الجنوب شو المناطق اللي منقدر نشوفها شو المناطق اللي ما منقدر نشوفها من خلال هاي الاداة نرسل طبعا خط رؤية منطقة الاحمر ما منقدر نشوفها والمنطقة الخضرة ما منقدر نشوفها ومنطقة الخضرة ما منقدر نشوفها دل رحنا على الاداة اللي تم شرحها كبري شوى بياننا جدول او رسم بياني بالتفصيل طبعا في عنا المسافة المترية وفي عنا الارتفاع عنا هون الارتفاع 840-28 معناته احنا من منطقة عالة لمنطقة منخفضة طبعا لحد الاخضر لحد لنفرض سبعين متر احنا منقدر نشوف اما باقي الارتفاعات الارتفاع اربعمية متلا ما منقدر نشوفه طبعا هذا البرنامج اللي حاله بيكون بهاي الاعمال وهي المخرجات ناخد منطقة اخرى ناخد منطقة اخرى احنا في المنطقة منطقة هون احنا في المنطقة هاي ننظر الى الاسفل تظهرنا تحليل مبدئي وسريع مناطب اللي نقدر نشوفه مناطب اللي ما منقدر نوصلها ايضا في عنا ادوات لرسم نقطة او خط او مساحة لكن الرسمة بتكون يعني مثل شريط الادوات الرسم لكن هون بيكون معياره اما تحت بيكون نرسم خط نحلله ونشوف خصائصه اما ازا رسمنا خط من فلا شريط الادوات الرسم ورحنا على هاي الاداة رح يعطينا ارار لانه الخط الرسمة الرسمناها تدي اما لما نرسوه من خلال هذول الادوات تطلع 3D ايضا مساحة او نرسم مثلا بناء او مدرسة او اي انصر او اي ظاهرة مساحية ايضا في عنا احنا نقدر نوصل الاركسين او الاركجلوب من خلال هذا الشريط تمام هسا في عنا نقطة مهمة انه كيف نضبط الطبقات من 2D الى 3D ومن خلال ملف راستر اللي هو الديم او من خلال ملف في عنا طريقتين الطريقة الاولى نفتح الاركسين ونضيف عليه ملف تي اي ان افتح ملف تي اي ان وخطوط الكنطور مثلا ونعمل ونعمل كوبي ونعمل بيست ظاهر عنا بهاي الطريقة ما في ضبط لطبقة من نوع فيكتور وطبقة من نوع راستر او طبقة ما في ضبط من طبقة فيكتور وطبقة تي اي ان كيف نقوم بضبط هاي الطبقة على الملف تي اي ان نقدر احنا بشكل مبسط مثلا نقبس على على كمام نبدأ نروح على جنرال ونعمل هاي اول طريقة بعدها نروح على طبقة الكنطور او رايدي كليكو على نختار من خيار من خيار من خيار نختار الخيار التاني علشان تعرف طبقة على الملف تي اي ان نعمل ابل اي اوكي من لاحظ ان اصار فيه تطابق المسافيات او الارتفاع خطوط الكنطور مع تي اي ان نقدر احنا نبرز من خيار من خيار من خيار من خيار خليها نفس القيمة وبهاي الطريقة هاي الطريقة الاولى اما الطريقة التانية نقدر احنا نعمل جموب من الكنطور نرجع على الارتفاع من خلال اداء راح نضيفها على شريط ثري دي نعمل خلال السهم اختار على هذا الخيار بعدها نقطب فيتشر ثري دي يظهر عنا فيتشر ثري دي من الثري دي انالست نقوم بعملية السحب واضافة نقدر نضيف مكان طبعا باي شريط ادوات لذا نضيف على هذا الشريط بعدها نعمل نقوم نكبس على هاي الاداة من الخطار انه احنا بدنا نضبط الخطوط الكنطور على الملف الراستر او دي تي اي ان الدم او تي اي ان نفس الارتفاعات مهمة ما بتفرق هنفطار ال تي اي ان نعمل اوكي ظاهر عنا طبقه كنتور بهذا الاسم بدنا نعملها كوبى باست على الاركسين بهاي الطريقة احنا ضبطنا الظواهر على ملف من نوع راستر او تي اي ان نقدر احنا نبرز ملف التن بالشكل اكبر نعمل ادراسة معينة او لهدف معين نقوم بهاي العملية طبعا بعد ما نقوم بهاي العملية نعمل مثل سطح معين نقدر احنا نعمل اكسبورت للشغل مثلا نفتر والصيغة وجي جي بدر احنا الملف بهاي الصورة نهاية الدرس التاسع نعمل الدورة المجانية لتعلم البرامج الارجي اس المرحلة الثانية اتمنى انكم استفدتم من دروسي اليوم والسلام عليكم لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ولايك وشير الفيديو لا تفيد اي شخص حاب يتعلم عن الارجي اس ورابط القناة على الفيسبوك بأسفل مقطع تجدوه وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى